اشتركوا في القناة والامن الوطني بشأن حضر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وهو الامر الذي بات ضروريا لوجود مزيد من التشيعات لمواجهة الارهاب امنيا وسياسيا واقتصاديا في مملكة البحرين هذا القانون قانون مهم يأتي في الوقت المناسب وخصوصا ازدياد الاعمال الارهابية العالمية وفي منطقتنا بالذات طبعا هذا سوف يقطع التنويل المالي لجميع المنظمات والميليشيات الارهابية التي تقوم بتنويلها منظمات ودول معروفة بالاسم وموضوعة تحت المراغبة الدولية هذا القانون مهم لانه يكمل منظوماتنا التشريعية الخاصة بسد اي ثقرات خاصة بقسر الاموال او تمويل الارهاب كما تعرفين البحرين حريصة جدا على تطوير انظمتها التشريعية في هذا المجال بما يتوافق مع افضل ممارسات الدولية وفي نفس الوقت ايضا لحماية النظام المصرفي والمالي في البحرين اما فيما يتعلق بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن تعديل المادة اربعة من قانون دوان الرقابة المالية والادارية فقد ارتأى المجلس رفض التعديل الذي جاء به مجلس النواب بشأن الرقابة على الشركات لا نعتقد ان هناك في موجود حاجة لوجود تدقيق من قبل دوان الرقابة المالية والادارية كما تفضل به الاخوان كمقترح من مجلس النواب بل بالعكس يمكن ان يكون هناك في نوع من التأثير على توجه القطع الخاص من يكون هو الموجه الاكبر بالنسبة الى تنمية الاقتصاد الوطني ولتحسين قانون الامتثال الضريبي الدولي للحسابات الاجنبية قرر مجلس الشورى استكمال مناقشة مشروع بنود التصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية في الجلسة المقبلة سوير عصفور لمركز الاخبار تلفزون البحرين ترجمة نانسي قنقر